هل يشرع توجيه الأضحية إلى القبلة؟ نعم يشرع لأنها عمل صالح فيوجه القبلة وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يوجهها إلى القبلة بذكر عنه أنه كان إذا لم توجه القبلة لم يأكل منها فنعم يشرع توجيه الأضحية إلى القبلة وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرص على ذلك أو صنع ذلك لكن قال هذا هو الأصل وفعل عبد الله بن عمر يكفي في هذا نعم